مواليد برشة الحمل يمكن الأمر الموجود ببرشة السرطان بمربع مع برشك بيخليك نوعا ما تشرد أحيانا تفكر بأشيات تانية تكون بالشغل بتتوسوس بقصة بتهودس بقصة بالبيت بالصحة بدك تشتري شيء بدك تبيع شيء في شيء مش زابط أمور بالبيت منزلية أو يمكن في أخبار حلوة عم تشتغل على قصة وتقريبا مشغول فيها يعني بدك تعرف تقصم بين شغلك وبين بيتك بين عملك وبين أمورك العائلية والشخصية في شوية مزاجية شوي لكن الجو جيد جدا بالنسبة لبرشة الثور اليوم نهار حلو لموالي برشة الثور بيطمن له باله بيعطي موالي برشة الثور القدرة أنه يكون فعلا واقف عجريه منيح ثابت عنده قرارة قرارة أرار مهمة واثق أكثر من خطواته الكلمة اللي بيقولها الفكرة اللي بتخطرع باله بيقدر يدافع عنها عنده نشاط جسدي واضح الناس بتلاحظ هذا الشيء لكن انتبهوا الناس ما تفهمكون غلط لأنه هالقوة اللي عنكنيها كانت فكرية أو جسدية معقولة حدا يفهمها غلط ليه؟ لأنه الشمسة معاكستكن والمريخة معاكستكن لذلك القوة المهمة الهائلة عنكنيها وضفوها بطريقة إيجابية المحزوزين خلونا نشوف عنا محزوزين 30 نيسان أبريل 1 أيار مايو عنا مواليد 19 أيار مايو عنا محزوزين مواليد كمان 14 و 15 أيار مايو الأكثر تعبة 12-13 أيار مايو بنروح لبرش الجوزاء نهار كمان جيد لمواليد برش الجوزاء لأنه جاي من أمر موجود ببرشه لفترة يومين السابقين فالجاو داعم بتكمله بالشغل اللي عنكني على الأرجح فيه تغيير أو فيه رغبة عنكن إنكنوا تطوروا مسألة معينة عم تشتغلوا عليها الطريقة اللي عم تشتغلوا فيها الأسلوب اللي عم تشتغلوا فيه فبعتبر هذا اليوم بناء جدا لكن انتبهوا بعض المصاريف معقولة تروح على فواتير معينة أهم شيء ما تكون فواتير صحية برش السرطان ومع وجود الأمر ببرشكن عم بتبلشوا صفحة شهرية جديدة ممتازة موالي برش السرطان اليوم هو من اليوم القيام الحلوي والفرحة اللي مفروض تشعروا فيها الراحة اللي مفروضه مفروض تشعروا فيها يمكن خلالها النهار يمكن المساء يمكن بكرة لأنه بكرة كمان الأمر ببرشكن رح بتكون مميزة جدا استثنائية فبعتبر موالي برش السرطان اليوم من أكثر الأبراج حظا وإذا أخذنا أنه فيه الأمر ببرشكن وطبعاً عنا الشمس ببرش العقرب مع المريخ وإذا أخذنا من الزاوية الثالثة زحل ونبتون بتكونوا فعلاً أنتوا الأقوى الرقم الأصعب كلكن محظوصين اليوم منكمل مع برش الأسد موالي برش الأسد قلت لكم مبارح اليوم هو يوم صعب يوم بتخمض فيه الأمور مثل حات الطبخة على نار خفيفة ما بتخلص الأجواء مخيبة شوية للأمال فحاولوا موالي برش الأسد ما تكونوا متطلبين يلي بيحاول أنه يلا يلا بدنا نتيجة إذا بتقدروا تدفشوا الدادلاين المهلي يومين لبينما يوصل الأمر لبرشكن بتعملوا عين العقل يوم نهار متعب متطلب مثل اللي عم بيركد بمطرحه فكونوا منتبهين يلي عنده سفر يلي عنده حجوزات يتأكد من كل التفاصيل منروح لبرش الأسدراء موالي برش الأسدراء يوم حلو المثلث الفلكي المائي بيساعدكن من المائلتين من الأمر ومن الشمس لذلك فينا نعتبركن أنتوا بالدرجة الثانية مستفيدين جداً من هالحظوص الحلوة موالي برش الأسدراء وينما كنتوا شو ما عم تعملوا بيد الآخرين لأنه التيم ويرك مميز جداً اليوم كلكن محظوظين بشكل خاص فينا نقول يمكن تكون مواليد 13, 14, 15 سبتمبر 21, 22 سبتمبر كمانا محظوظة منروح لبرش الميزان مواليد برش الميزان الأمر من نقطة الأعلى بدائرة الفلكية بتحط مواليد برش الميزان تحت الأضواء يمكن في عندهم شيء مهم أنتوا عم تخدوه أو عم بيمتحنوكن لتخدوه بانتظاركن مكافأة في يوم مدعم لكم المهم مواليد برش الميزان تكون حساباتكم مضبوطة يعني مش أنه تزيدوها تكونوا مبالغين بالأمر لأنه بتطلع يمكن بالنتيجة سلتكم فاضية كونوا واقعيين بتشوفوا حالكم أنه اليوم فعلاً بدعتوا كلكم فيكم تكونوا محظوظين منروح لبرش العقرب يوم قوي جداً لمواليد برش العقرب مواليد برش العقرب الأمر موجود ببرش السرطان برش مائي عندنا نبتون وعندنا سحل موجودين برش الحوت يعني بيكمل عندنا مثلث فلكي كتير مهم مائي كمان بيخلي مواليد برش العقرب بتكون رقم صعب أيضاً مواليد برش العقرب كوكب المريخ ببرشكن يعني مثل جرافي وماشي جرافي وماشي الحظ معكم لكن تبهوا كوكب المريخ معقولي فوتكم بالحيط فكونوا حذرين سوء عمهلكون وما تحكوا شي برات الخط لحداً معحداً لأنه معقولي يتلع منك بطريقة شوي فضي فكونوا حذرين عم نحكي عن مواليد 4-5 و 6 نوفمبر مروح لبرش القوس مواليد برش القوس أكيد اليوم أفضل من اليومين اللي قطعوا هناك شعور بالارتياح نوعاً ما لكن هالشعور بالارتياح هو مش لحتى تبلشوا تشيلوا وتحطوا وتقلبوا الدني فقاني تحتاني لأ تذكروا أن الشمس منا مساعدتكن يعني الخطوات الكبيرة هي لما الشمس بتوصل لبرشكم يعني بآخر عشر تيام من هذا الشهر المهم مواليد برش القوس اليوم هو لتدوير الزاوية لتصلحوا الأخطاء ولتردوا المياه لمجرها الطبيعي وإن كلفكم الأمر اعتزار أو تراجع منكمل مع برش الشدي مواليد برش الشدي هالأمر من برش السرطان بتحديكن بيكبس كل هالزرار اللي بتزعجكن يمكن تكون مسألة عائلية بتدخلوا بخصوصياتكن يمكن مسألة بالشغل بفضلوا حداً عليكن فيها كتير أمور معقولة تزكزك شوي كبرياءكن كونوا حاضرين لكن من ناحية تانية الفترة بشكل عام حلوي هي هاللحظات الصغيرة يلي معقولة تنزع الجو كبروا عائلكم حتى ما تخلوا شيء أبداً يأثر على نهاركم بالعكس هالقوة اللي بيعطيكم إياها الأمر من برش السرطان هيدا بتخليكم تروحوا على الاجتماع وسئي من حالكم عنكن قوة منكن ضعاف هيكي رأسكم مرفوع بتقدروا تحكوا تحطوا عينكم بعين الآخرين مش فيتينوا عيونكم هيكي بالأرض في قوة لكن عرفوا استعملوها أوكي منروح برش أدلو مواليد برش أدلو يوم جيد لكن طويل طويل وما بيخلص ومش بس اليوم ومش بس بكرة بعد بكرة وبعد بعد بكرة أربعة أيام تقريباً ورا بعضاً بتكن تعرفوا أكتر فيكن تسمعوا الأبراج الأسبوعية عندي على تشانل يوتيوب فمواليد برش أدلو انتو موجودين بفترة ركض شغل ملتي تاسكنج كل الشغل كله فوق بعضه كله فوق بعضه يلا 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 وكأنه فيه دادلاين عنكم هيدا الدادلاين يلي عنده دادلاين رح بيكون مزعج هالأربع خمسة أيام لذلك حاولوا مواليد برش أدلو مع دادلاين أو بلا دادلاين تبلشوا بالأولويات تفيقوا بكير تناموا بكير أو تشتغلوا مؤخرين المهم تكونوا منظمين منروح لبرش الحوت يلي وأخيرا مولو برش الحوت وأخيرا أخيرا دخل على فترة زمنية حلوة يعني صر له مولو برش الحوت يعني صر له من تموز الماضي لحتى شايف نهار اليوم تلما نقول نحن نامت للخلق فموالي برش الحوت اليوم فترة حلوة فترة إيجابية مدعمين من الأمر مدعمين من الشمس نفسكن قوي الثقة بنفسكن أقوى الحظ معكن دولي بالحظ واقف عنكن استفيدوا اليوم وأيضا بكرة حتى ولو صح على عنكن 19-20 شباط فبراير بالعكس انتو ناطرين فترة حلوة توقيت حلو لا تشتغلوا كل مولي برش الحوت اليوم فيها تكون محصوصة هادي كانت الأبراج لليوم نهاركن حلو نهاركن سعيد إلى اللقاء باي باي